مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية السلام الرحيم طلبنا الأعزاء طبتم وطابط رؤياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع تحية طيبة وبعد إن شاء الله في الدرس اليوم هنستكمل مع بعض الجزء الثاني من درس عناصر المناخ ونأخذ مع بعض العنصر الثاني وهو الضغط الجوي نبدأ في عنوان درس اليوم عناصر المناخ ثانيا الضغط الجوي أهداف الدرس اليوم أن يفسر الطالب اختلاف الضغط الجوي على سطح الأرض أيضا بيوضح طبيعة العلاقة بين الضغط الجوي والحرارة من خلال الهدف الأول نستخدم استراتيجية الحوار والمناقشة وهي عملية تفسير أسباب اختلاف الضغط الجوي على سطح الأرض في هذا الهدف نستخدم ورقة نشاط والكل بيستعين به الكتاب المدرسي صفحة 15 وبينجاوب على هذه الورقة من الكتاب حيث هذه الورقة موزعة فيها ثلاث أسئلة على ثلاث مستويات طيب هذا المستوى الأول في ما هو المقصود بالضغط الجوي والمستوى الثاني به بما تفسر اختلاف الضغط الجوي من منطقة الأخرى والمستوى الثالث بنوضح فيه طبيعة العلاقة بين الحرارة والضغط الجوي هنبدأ بالسؤال الأول ما هو المقصود بالضغط الجوي هنقول ايه هو الضغط الجوي هنقول الضغط الجوي هو وزن عمود من الهواء على مساحة الماء من سطح الأرض تمام طيب عاوزين نفسر ما سبب اختلاف الضغط الجوي من منطقة الأخرى يختلف الضغط الجوي من منطقة الأخرى لعدة أسباب وهي واحد اختلاف الحرارة اثنان توزيع اليابس والماء ثلاث الارتفاع عن مستوى سطح البحر أما المستوى الثالث وضح طبيعة العلاقة بين الحرارة والضغط الجوي هل هي ترضية ولا عكسية العلاقة هنا علاقة عكسية بمعنى إذا ارتفع أحدهما انخفض الآخر يبقى من خلال مشاركتك معايا وفتحك للكتاب صفحة 15 استطاعنا أن نتوصل على إجابة أهم الأسئلة في هذا النشاط وعليه هنستنتج التالي يبقى من خلال إجابة على النشاط نستنتج مالي أول حاجة ما هو مفهوم الضغط الجوي مين شاطر يقول لي مفهوم الضغط الجوي ها أيوة شاطر هو وزن عمود من الهواء على مساحة ما من سطح الأرض طيب لو إلا بما تفسر اغتلاف الضغط الجوي من مكان آخر آه نفسره إزاي أول تفسير اختلاف الحرارة اثنان توزيع اليابس والماء ثلاثة الارتفاع عن مستوى سطح للبحر كده حققنا هدفنا الأول عرفنا المفهوم وأسباب اختلاف الضغط الجوي طيب لو رحنا لكتاب صفحة 16 الشكل الثاني وهنجاوب على أسئلة في هذا الشكل موزع عندي مناطق الضغط الجوي ما بين ضغط المرتفع ونرمز له بالحرف H يعني هاي والضغط المنخفض بنرمز له بالحرف L يعني لو احنا قلنا العلاقة بين الحرارة والضغط علاقة عكسية طيب ازاي يعني المناطق مرتفعة الحرارة ضغطها منخفض ومناطق مرتفعة الحرارة ضغطها مرتفع لو رحنا على المنطقة الحرارية جزء اللي هو المزلل باللول الأحمر ده هذه المنطقة الحارية الحارة هي أقصر المناطق امتداداً ما نوع الضغط فيها هو ضغط منخفض ليه؟ لأن الحرارة مرتفعة على العكس في المنطقة القطبية الشمالية والمنطقة القطبية الجنوبية الحرارة هنا منخفضة يبقى الضغط مرتفع الضغط مرتفع يبقى الحرارة طالما الحارة منخفضة يبقى الضغط مرتفع الحارة مرتفعة يبقى الضغط منخفض وده بيظهر في المناطق اللي هي الشمالية الضغط بيكون فيها مرتفع والمناطق الوسطى بيكون فيها الضغط منقفض حسب ارتفاع والانخفاض طريقة الحرارة هنجاوب مع بعض السؤال الاول بما تفسر انخفاض الضغط الجوي عند الدائرة الاستوائية هنوع عند الدائرة الاستوائية على جنبي خط الاستواء نوع الحرارة هنا مرتفعة ولا منقفضة الحرارة مرتفعة عشان كده الضغط الجوي ما له الضغط الجوي منقفض يبقى سبب ارتفاع الضغط الجوي عند الدائرة الاستوائية هنقول ايه السبب هو ارتفاع ضرية الحرارة يبقى انخفاض الضغط الجوي عند الدائرة الاستوائية بسبب ارتفاع ضرية الحرارة تب لو اكملنا السؤال بعد كده اكمل بيرتفع الضغط الجوي عند القطبين القطب الشمالي والقطب الجنوبي ايه مين يقول لي ايه شاطر بسبب انخفاض ضرية الحرارة إذن بيتضح عندي أن المناطق اللي حرارتها مرتفعة ضغطها منقفض والحرارة اللي حرارتها ضغطها مرتفعة هنا نوع علاقة بين الضغط الجوي والحرارة علاقة عكسية في عاملة الغلق الهدف عندي أربع صور من خلال هذه الصور هنستنتج أسباب اختلاف الضغط الجوي على سطح الأرض هذا عندي أربع صور هام كل صورة من خلالها نستنتج ما سبب اختلاف الضغط الجوي على سطح الأرض فكرين قلنا سبب اختلاف الضغط الجوي على سطح الأرض اول سبب ايه او تفسير ايه اختلاف الحرارة اثنان توزيع الارتفاع عن مستوى سطح البحر او الأرض ثلاث توزيع اليابس والماء أربعة هبوب الرياح واتجهات لهذه الأسباب الأربعة فصرنا واستنتجنا أسباب اختلاف الضغط الجوي على سطح الأرض لو انتقلنا إلى الهدف الثاني هنوضح نوع العلاقة بين الضغط الجوي والحرارة وذكرناها يا شباب من قبل هي علاقة عكسية ازاي؟ قلنا حدوث ضغط جوي منخفض عندما ترتفع الحرارة وضغط جوي منخفض عند انخفاض الحرارة نذكر مثال على ذلك لو قلنا حالة الطقس في الكويت وقطر اليوم حرارة مرتفعة يبقى نوع الضغط منخفض ماشي ونتوصل إلى آخر شيء لدرس اليوم الغلق الختامي وبيكون عليه ملخص للدرس اللي احنا تنولنا فيه العناصر التالية تعريف الضغط الجوي العوامل المؤثرة في الضغط الجوي واتكلمنا عن مناطق الضغط الجوي الرأسية المرتفعة والمنخفضة خلاص ده كان ملخص لدرس اليوم وبذلك طبعا نوصل إلى السؤال الختامي اللي بنختم به الدرس واللي كل بيستعد يكون اعتبر هذا السؤال هو واجب منزلي ونركز يا شباب على هذا السؤال اللي بقولي بما تفسر اختلاف مناطق الضغط الجوي من مكان إلى آخر هذا السؤال ذكرناه تقرارا ومرارا ومرات عديدة ما أسباب اختلاف أو فسر اختلاف مناطق الضغط الجوي من مكان إلى آخر يريد هذا السؤال نهتم بشوية يا سيد عمام ايه سبب اختلاف الضغط الجوي من مكان إلى آخر طبعا فكريني لما الإجابة قلناها واحد اختلاف الحرارة اثنان توزيع اليابس والماء ثلاث الارتفاع عن مستوى سطح البح واربعة هبوب الرياح واتجاهات بكده يا شباب توصلنا الى ختام درس اليوم شاكرين لكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته